حس أبو بكر البغداد زعيم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية أنصاره إلى الجهاد في كل مكان لسيما المملكة العربية السعودية التي وصفها برأس الأفعى واعتبر البغداد في تسجيل صوتي منسوب له أن الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد جامعات فاشلة وعما قريب سيضطر اليهود والصليبيون للنزول إلى الأرض وإرسال قواتهم البرية إلى حتفها ودمارها بإذن الله وهاهو أوباما قد أمر بإرسال 1500 جندي إضافي بزعم أنهم مستشارون فإن ضربات الصليبيين الجوية وقصفهم المستمر ليل نهار على مواقع الدولة الإسلامية لم يوقف زحفها ولن يفت من عزمها كلمة البغداد تأتي بعد روايات متنقضة بشأن إصابته في أعقاب ضربات جوية أمريكية شهدها شمال العراق الجمعة الماضية ويشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية منذ سبتمبر أيلول الماضي ضد مواقع التنظيم المتطرف في سوريا والعراقة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر